على نفس خطى إزالة مقابر العلماء والمشاهير تستمر نفس السلطة العسكرية في إزالة مقابر وأخيرا إزالة قبر القارئ المرحوم الشيخ محمد رفعت وأمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حفظ إبراهيم وأبو التعليم في مصر علي مبارك باشا ما قصة هذا الخبر وما دلالته هذا ما نتحدث عنه مشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سن رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد السلطة في مصر تسير بنفس الخطى عدم احترام الأموات ولا ما قدموه لهذه الأمة من نهضة وعلم وأثر لتقوم بالإزالة من قبل أزيل قبر العز بن عبد السلام وقبل ذلك كاد أن يزال قبر عميد الأضب العربي الدكتور طاع حسين وبعد الضجة الإعلامية وجدوا مخرجا فإن يكون الكبري من فوق القبر ليكون الموقف علامة على توجهات هذه السلطة الكبر اسمه محور ياسر رزق ياسر رزق صحفي في الأخبار لا يذكر له التاريخ الصحفي إنجازا يذكر إلا أنه صحفي مجرد رقم جنب الأرقام الصحفية العادية يعني ليس شخصا أسس جريدة مثل علي أمين مصطفى أمين ليس محمد حسنين هيكل مع احترامنا طبعا للصحفين جميعا لكن القصة ليست هنا لم يكن رقما مميزا بارزا لكن لتكون الدلالة واضحة ياسر رزق فوق وطاح سين تحت الأدب بكل إنجازه هذا وقيمته والمحور ياسر رزق هو الأعلى الآن أيضا قرار جديد بمقابر جديدة أيضا لتوسعة طريق صلاح نصر آسف صلاح سالم يعني كلها عسكر الضحية الآن عدد من المقابر أولها قبر المقرئ العالمي المعروف الشيخ محمد رفعة رحمه الله محمد رفعة مات سنة خمسين يعني سنوات طويلة ولكن الرجل لا يزال ذكره بين الناس بين الإعلام والصحفين والقراء واليوتيوب موجود بغزارة رغم أن الرجل رحمه الله لم تسجل له تسجيلات إلا فقط استوانات قام بها أحد البشوات من المحبين والرجل لم يريد أن يخرج من مسجده مسجد فاضل باشا إلى مسجد آخر بل إن رئيس الوزراء السابق الزعيم المعروف مصطفى باشا النحاس في مذكراته في الجزء الأول منها يذكر أنه سنة 38 على ما أذكر ذهب في جولة انتخابية وكان يتعرض النحاس لمظالم وإساءات من الإعلام وتعامل الملك والقصر والإنجليز يقول في هذه المرحلة ذهب لصلاة الجمعة فسمع الشيخ رفعت فقرأ آيات تدعو للصبر والثبات والتحمل والجلد وأن يصبر على ما يمكرون به فبكى وتأثر وذهب لمصافحة الشيخ محمد رفعت فعرفه طبعا وشد على يديه وقال سمعت صوتا رائعا عذبا هزني من داخلي هزن هذا هو محمد رفعت الشيخ محمد رفعت أول ما افتتحت بصوتي الإذاعة المصرية وكان معروف بعذابة صوته وطبقات الصوت عند الرجل ثم قبر الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي يعني أنت متخيل لو أن مثلا في قاموا في إنجلترا الآن بهدم قبر شيك سبير أو كأديب يعني أو بشاعر من الشعراء المعروفين أو الأدباء المعروفين في مثلا في فرنسا مثلا فيكتور هوجا أو يعني إذا كان في الأدب الروسي ليوتلستوي أو أي أديب من الأدباء المعروفين مثلا قام رئيس بلدية جاهل فقام بقرار إزالة القبر أو إزالة المدفن طبعا نحن نقول عن احترام المدافين جميعا يعني أي مدفن لابد من احترامي لكن حينما يكون مدفن لي شخص مشهور ذو فضل على البلد وعلى التاريخ وعلى الأدب وعلى العلم والنهضة والتدين أصول إن الناس تراعي مثل هذا الأمر وتحتفظ له بمقامه مش مقام يقام كأضريح لأن بعض الناس طبعا يأخذ أنتم تمجدون الأضريحة لا نمجد الأضريحة نحن نقول احترام وتقدير المقابر وأهل المقابر فإذا كان صاحب القبر شخصية لها وضعها وإلا الآن الصحابة والمسلمون قبر الصحابة في البقيع قبر الصحابة في كل مكان الناس لا تقدس ولا تزورها إلا بين 2000 و2000 ما بالزيارة التاريخية وليس التقديس إذا لها مقامها لها مكانتها هذا أمر مهم وعند العسكر نفسه ما قبر عبد الناصر يعني هل أزيل قبر السادات قبر كذا كل قبر زعماء العسكر أنجزوا أم لم ينجزوا في تاريخ الأمة هل بيزال الناس على الأقل تحاول وقضيتني لا هذا محور ومهم طيب الطريقي الدائري جاء في طريقي أكثر من مرة كنيسة واضطر مبارك دولة مبارك كالطر عذا الأمر إلى أنه لا تزيل كنيسة وإن أزالوا مسجد أو أكثر فيه الطريق كمسجد طريق البراجيل عند مصنع الرنجة معروف القصة شهد الآن نرى قبر أمير الشعراء وقبر شاعر النيل أيضا بل وقبر أبو التعليم علي باشا مبارك الذي أسس للتعليم في مصر وكتب في تخطيط العمراني وتاريخ مصر نعرف أن تاريخ مصر من حيث العمران والمدن كتب على يد شخصيتين مصريتين عظيمتين في التاريخ الإسلام الأول المقريزي في كتابه الخطط المقريزية مشهور بالخطط المقريزية وإذن اسمه المواقد والاعتبار أو خطط المقريزي مشهورة بهذا العنوان يعني والمقريزي تكلم عن مصر الفاطمية إلى هذا العصر انتهى إلى عصر الفاطميين ظل من عصر الفاطمين إلى عصر الخدوة توفيق وهذه المرحلة لم يكتب أحد عن المدن والمعمار والحياة في مصر وتاريخ هذه المناطق فجاء علي باشا مبارك وكتب الخطط التوفيقية في عدد من المجلدات عدد ضخم على حسب الطبعات الشاهد هذا الرجل هو الذي كتب كل هذه الوثائق والخطط والتاريخ وأيضا هو من أنشأ وأسس قضية التعليم في مصر في هذا الزمن الشاهد نحن أمام جور ودفن وإهالة لتاريخ مصر المعاصر طبعا القديم أزالوا العز بن عبد السلام ومن قبل حاولوا إزالة قبر طرح حسين واليوم يعني الإزالة تأتي لقبر الشيخ محمد رفعت وأمير الشعراء أحمد شوقي وشعر النيل حافظ إبراهيم وعلي باشا مبارك المعروف بتاريخه الناصع الكبير الحقيقة هي دلالة على الزمن الذي نعيشه والحكم الذي نعيشه حكم لا يريد احترام لهؤلاء الأموات ولا لقبورهم ولا للتراثهم ولا ميراثهم لإني بنمجد في دستور الفرم عشر بتاع العسكر رفعت طهطاوي ونعتقل ابنه ونسجنه ظلما بلا أي شيء إلا لأنه رجل تحمل مسؤولية اختياره هذا هو عنوان المرحلة معبر جدا ياسر رزق فوق صحف العسكر وطاح سين ومن على شاكلته تحت هذا للأسف ما كان نسأل الله عز وجل أن يجنبنا مثل هذه السفهات اللهم أمين أقول قولي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته